نبدأ حلقتنا اليوم وتابعينا مع المشكلة الصحية يمكن لأكتر الناس عم يشتكوا منا بهذه الأيام تغيير الطقص كمان يعني فترة الأعياد والنظام الغذائي خلح حالة التلبك المعوي بشار منتشرة بشكل ما طبيعي صحيح يعني اليوم صباب تخيل موضوع العيد ورمضان وإلا ما هناك بالإضافة إلى موضوع تبدل الطقص وحالات تبدل حرارة اللي عم نشهدها وتخيل هي من ما وقته بهاي السينما وبعرف هاي التفاصيل كلها قدرش تأثر على التلبك المعوي وشو هي التفاصيل أكيد رح نتعرف اليوم مع الدكتور ضافر سلامة الاختصاصي بطب الأطفال لنحكي أكتر عن هاي التفاصيل عن أسبابه عن طرق العلاج وأمور تتعلق بالتلبك المعوي أهلا وسهلا فيك دكتور معنا لليوم يسعد لي وقتك هستوى وقتك أهلا وسهلا دكتور يعني نحن نحكي أنه التلبك المعوي ما بعرف إذا هو موسم اليوم فما بالك عند الأطفال يعني طفل صعبة عليه الشكوى أو توضيح المشكلة ويمكن القصة عند الأهل فبداية يعني شو هو التلبك المعوي عند الأطفال طبعا نحن بالمواسم الانتقالية كلها هي مواسم التلبك المعوي عند الأطفال التلبك المعوي بشكل عام وهي بارع اضطراب بحركية الأمعاء يعني نحن بتعرف في الجهاز الهضمي اللي بيبدأ متم وبيبصر للشارج آخر شي بيمرؤ عن طريق المري والمعدة والأمعاء الدقيقة والغريزة والسيري نفسها فنحن بس في عنا اضطراب بحركة هالجهاز لأنه هذا له نظام حركي معين يمشي بشلون بيحرك الأكل شلون بيخضهم من فرزات الهضمية كلها بس في عنا اضطراب بها الحركية هذا نحن مسمي بالطب تلبك المعوي يعني صار هالجهاز معاد أداءه الحركي متل ما لازم يكون معاد أداءه الانتاجي والإفرازي متل ما لازم يكون فهذا فيه شيء اسمه هذا اللي نحن نسميه بتلبك المعوي حكي لك شو عن أعراض التلبك المعوي طبعا نحن طالما نحن حصرنا فقط بالجهاز الهضمي فهي أعراض ومعروفة نحن تلاقي نفخة تطبل باطل مخصوصا مع الأكد تلاقي أحيانا غسيان لعية نفس أو أقياءات ممكن أضطراب بحركة نواب المغصو الشديدة ممكن تلاقي إسهال أو أمساك حتى هذا كله من علامة أنه هالجهاز الهضمي عم يؤدي أداءه المنظيفة الطبيعي النظام اللي جسمنا متعود عليه عم يعملنا علامات مزعجة بالنسبة لنا هذا اللي نسميه نحن بطلب تلبك المعوي تماما اليوم يعني ذكرنا الدكتور بالبداية موضوع الأسباب وشي يتعلق بالطقس شي يتعلق بأسباب أخرى اليوم خلينا نتعرف من حضرتك على كامل الأسباب اللي يتأدي للتلبك المعوي تمام نحن نحن طبعا الجهاز الهضمي بس يضطر بأداءه فاله أسباب منها أسباب هي عضوية مثل الجراسيم والفيروسات ومن أسباب غير عضوية كيموية مثل المواد الكيموية تجي عن طريق الأكل المصادر الغذائية ممكن اضطراب الحروري لأنه الجهاز الهضمي كثير بالحرارة والمحيط الحراري فكله هذا بيأثر حركة الجهاز بيأدي لهذا الشي طبعا نحن الأسباب العضوية هي تعرف التهابات الأمعاء سواء فيروسية أو الجرسومية طبعا فيروسية الكيموية مثل الأغزيم في كتير أغزيم تلاقيها في شي نحن نسميه بالطبع عدم التحمل الغذائي في شي اسمه الحساسيات الغذائية عدم تحمل الغذائي يعني أنه معتك ما تحملت أكل معينة فعملت لك اضطراب بالحركة الحساسيات الغذائية بيكون عندك أنت تحسس لغذاء معين بحد ذاته هذا الغذاء بس تأكله وعمل لك اضطراب بحركة الأمعاء هذا من كيموية فيه أكلات ملوسة هذا بتشوفه كتير نحن خصوصها بظروفنا بسبب تعرف بأنه حفظ الطعام ولسوء الحظ قطع الكهرباء والأغزيم عم تنشرم السوء أحيانا حتى المنتجات الحيوانية اللي هي المفروضة أنها آمنة بيها الظروف عم تجي مانا كتير آمنة فتعمل لك هذه المشكلة فهذا سبب كتير شائع منشوفه بهذه الفترة مثلنا الغذائيات الحرورية مثلا أنت بين البرد والشو بإيام أنت مثلا يعني بس كون عم تاكل أكل معين صخر وأن تشرب مي باردي ورا أو بالعاكس فهذا بيحذات وبيعمل صدمي للجهاز هضمي يمكن أن هاي أكتر شي بنسمعها يعني هلأ يعني أكل مثلا أكل معينة وطلع الشوب أو كان عنده ماشي تحت الشمس فهو صار معه مشكلة أو مثلا أنت ماشي تحت الشمس فترة وعرقان كتير وشوف مي باردي بسرعة هذا كله بيعمل لك المشكلة بالجهاز بينصدم الجهاز هضمي أنه فات شي يزعجه ينزعج يعني مثل ما نزعج نحن من أي شي بالعالم ونزعج فبيعبر عن حاله بمشاكله نحن دكتور يعني من كتر فعلا الحالة ما أنا شاقع هالأيام بلشنا نحكي عن حالنا بنروح لخصوصية التلبك المعوي عند الأطفال في أسباب بتخصون دونا عن الكبار أو خلينا نقول الشرائح العمرية أيضا عند الأطفال بتلعب دور تمام أكيد نحن هلأ الأطفال تحت السنة مثلا والردة غير الأطفال فوق السنة هذا نحن أطفال تحت السنة أكتر مشاكل نعاني منها هي الحساسيات الغذائية فيه شيء اسم بتعرفي عدم تحمل حليب عواز اللاكتازي نحن تلتسك كان سوريا عندون هالإشكالية فبتلاقي الأطفال دائما عندهم أو ثلاث شرسة بشوفهم أكتر نفخة قوية تلاقي عندهم اقياقات متعددة للأطفال تلاقي اضطرابات حركة لمعبين إنه مسكت معنته لا سهلت معنته لا في مواد مخاطب البوراز بورازه يوماً ما أصفر يوماً أخضر فهذا كله من علامات التلبكات معوية عند الأطفال وهذا بتشوفه كتير عند الأطفال تحت السنة خصوصها تحقوة ثلاث شهور هلأ فوق السنة لا مشاكلنا بتختلف أكتر صفة مشاكلنا بتعلق بالنظام الغذائي نموة التغذية طريقة الأكل تخيلي إنه حتى طريقت لك بس تاكني أنت بسرعة الأكل هذا بحد ذاته بيصدم جهاز عدمي بعمل لك اضطراب بعمل لك تلبك معوي فدائماً نحن أكيد بيختلف تحت السنة عن فوق السنة بها الموضوعات تماماً اليوم مضاعفات إهمال الحالة من قبل الأهل للأطفال قداش ممكن تكون خطيرة قداش ممكن تأثر عليه وعلى صحته بشكل عمو طبعاً حسب درجة الإصابة قوة الإصابة نحن في شغلة كتير مهمة أنه ما بدنا نعزي كل شي لتلبك المعوي نحن في عنا عراض معلش نحكي عنا بالطب في عراض نحن الأهل بيقول لا ملبكة معتهم كنا نعطي شوية ناعنة شوية زينجبيل وهذه الأصصة بس في عنا في عراض لا تهمل يعني هذا موضوع مهم إذا أبني عنده أخياءات شديدة معندة هاي لا تهمل السهلات متعددة وكبيرة لا تهمل إذا الطفل عنده أخياءات مدمات عم طلع دم أو إذا مع البراز عم طلع دم كتير بكمية كبيرة هذا دائم إذا الطفل صار عنده مساك مزمن مع علم بطنية شديدة أنت ممكن تفوت بمرحلة أسوأ يعني الأهل يعزوا لا والله أندي ابني عنده أضطراب معه تلبك معه وأنا بدي أعطيه ومشي والطفلي مثلا يكون عنده أغلافة معه يعني هاي منشوفه كتير بجوم التأخرين متوصل تفوت على العملية أحيانا زايدة بيحد ذاتها زايدة بتقلد الأعراض نفسها يعني بجيكي بألم بطني الطفل وقيت سنة يوم ويومين وثلاثة وبعدين بجيكي بدرع زايدة مفجورة زايدة بتكوني أنت بعملية بتأكل عشر رأي بغرفة العمليات وبنام كم ساعة صفيت يعني إذا ما كان فيه سمان بالجسم ما تسمى بالدم فأعطيه لك ثلاثة أربعة تيان بالمشفى غير مفجر فنحنا يعني موضوع أنه أوكي نحنا نكون رأيين هي إصابة شائعة جدا بس بالمقابل إذا بريد تعمل أعراض ما عم نقدر نسيطر عليها لا ما المفتوض نعملها طور شو هي النقاط يلي لازم ينتبهون للأهل بالنسبة لموضوع التلبك الميعوي عند الطفل خاصة بالأعمار يلي ما بتقدر تعبر يعني حتى الشكوى إنه شو عم يوجعه ممكن ما بيحكي لسه أو صغير تمام أوكي نحنا في كتير أعراض مهمة هي ملفتة للمنظر مو دوري كل طفل عم يبكي هو عم يعاني مدري هو عنده غازات أو عنده أقياءات هو هي مشكلة مرضية بس إذا الطفل تأثر صار عنده مثلا حرارة عالية طفل واهن من ونشيط طفل ما عم يزيد وزنه طفل ما عم يطلع خروج لفترات طويلة من الزمن أو بالعكس عنده إسهال شديد ومزمن كله هذا لازم ينفت نظر الأهل أنه أنا أبني أكيد عنده مشكلة أبني ما عم يزيد وزنه ومفوض يزيد وزنه أبني بدي بفوت بمرحلة أنه أمساك شديد كل أسبوع يأتي طفل كل أسبوع يأتي طفل كل أسبوع مرة الأمر طبيعي لا يزيد وزنه لا يزيد وزنه وأنه مشكلة أكيد بالكولون ما في شي طفل يطلع كل أسبوع مرة يعني هاي مشكلة كبيرة عم نعاني مننا مع الأهل أنه بجيني عمر سبع شهور الطفل عنده مشكلة بالكولون يأتي أمراض مثل هيرش برانك أو قصور غدي درقية مثلا لا هذا مشكلته بسيطة جدا أنه أبني ما عم يطلع تأثر على نشاطه وحيويته حتى على تفاعله للطفل أي هذا المفروض ما نهم الموضوع يعني أكد تلبك برجع بإليك تلبك معه هي إصابة بسيطة شائعة منتشرة هلأ موسمة أدمى بدك بس إذا لقيت علامات عم تأثر على حيويته الطفل وعلى حياته لا بالفت نظر الموضوع أنا كمان في شعر يمهم نحن نسوي الألم بطني نحن نقللهم للأهل نحن كل ألم بطني لا يوقز من النوم يسله قيمة يعني إذا أبنك عم ينام بالليل ونهار كله عم وجابطن نحن نسوي أنه ما في أمراض بتنام بالليل بس بالمقابل إذا أبنك الساعة عم يقوموا وجابطن هذا عنده مشتر أكيد عرفت يعني هاي شعر كتير مهمة إذا أبني عنده حرارة أكيد نحن التلبكات معه العادي ما تتعون الحرارة بضل أربعين أسبوع وعشر تيام أبني عنده حكيت لك قياءات المدمة تلبو رأس المدمة هذا كله أعراض خطرة أعراض ما بنقول خطرة ما بنقول مهمة المفروض تلفت الأهل ويراجعوا طبيب فيها أو يأخذوا استشارة طبية على الأقل أما إذا أعراض بسيطة والطفل حيويته مشيطة من هي عم تجي شوية نبض مغص أو هي شوية تقياءات ووزنه عمزي ما لقيم الموضوع بكم أماما اليوم دكتور إذا بنا نروح لآلية التشخيص شو الألية اللي بتتبعوا اليوم بالنسبة للأطفال تختلف من عمر لعمر من حالة لحالة إذا بدنا نقول موضوع درجات الإصابة طبعا طبعا إحنا أول شيء بالتشخيص أول شيء بهمنا الفترة الزمنية اللي يصلى الأعراض عليها هذا الشيء كثير مهم شدة الأعراض عند الطفل تأثيرها على نمو العنمات الحرارية مثل ما قتلك اللي عليه فيه أعراض مرافقة خطيرة أو ما فيه أعراض مرافقة خطيرة مثل حكينا الدم وغير وغيرات كله هذا بيوجهنا للتشخيص طبعا تختلف العمار الصغير يعني العمار الكبير أكيد نحن نصل لك تحت السنة نحن التوجه الأكتر تحت السنة دائما عند الأطفال هي بمشاكل حساسيات غزائية بس بالمقابل في مشاكل تاني ممكن تعملك نفس الأعراض حكيت لك مثلا أنا ابني والله ماسكي معت طيب أوكي على عيني فيه أمراض كثيرة بتعمل أمساك معدي مو بس التلبك يعمل لك المساك أو عندي عمت العدد مرات أو القياءات بلك تقيم حالته وتقيم وضعه السرير يتقيم نمو للطفل أهم شيء أنه الطفل مرتاح ولا من أنه مرتاح يعني بالنهاية خارج نواب النواب المغص اللي عم تجاه الأطفال تعرف نحن أول ثلاث شهور يمكن أكتر مشكلة من نشوفها هي معاناة الأهل كلهم هي نواب المغص عن الأطفال تأخذ أيام ساعتين لست ساعات طيب أنا خارج نواب المغص قبلي بنيح مرتاح عم ينام عم يأكل عم يزيد وزنه ولا ما عم يزيد وزنه هذا كله بيساعدنا بالتشخيص أنه لنقول أنه الطفل هي عنده مشكلة عادي فينه نطول بالن عليها ولا لا هي مشكلة مهمة لازم مش نفوت بإجراءات أكتر صحيح تلبك المعاوي أشياء تحت السنة أو لا بالأغمار الأكبر لا كل الأعمار شائع ما في شريح عمري ما في شريح معين حتى بالكبار شائع حمز مثلا لألك معناه مبارح مثال نحن الثاني يوم العيد مبارح يعني يوم ليد كل العالم طلعت برات الشام وكل العالم حزم أحلى والطعس كان كتير كتير سيئ فكل الأعمار أجاكي إقياءات وأسهلات ونواب مغص وأنا بطني شديد وكله نفس المعاناة فهي ما العلاقة بل عم رأك تماما اليوم العلاج تخبرنا هيك عم راحل العلاج أهلية العلاج كيف بتتم شو الإجراءات اللي بتتخذوا أحضرتكم طبعا نحنا أول شي نحكي شاريا نحنا بس يجينا طفل عم يعاني من مشكلة معوية معينة أول شي نحنا التلبوكات المعوية هي بتأخذ بين 7 و 10 أيام لحت إذا إجتك نوبة تلبوك معوية لحت تهدل لما ترجع على طبيعتها بدها بين 7 و 10 أيام بقل لك إذا ما نعمر أعراض شديدة فينا نحنا نرجع لشغالات بسيطة سواء إنشغالات طبيعية مثل النعنى الزنجبيل فينا نحنا نعطي بالمناسبة دواء مغص للطفل هذا آمن لأنه إذا عفوا يعني أما المسكينات ما نحبها لسبب إذا أنت عندك مشكلة جراحية بطنية زايدة نحنا الدواء المغص ما بيروح عالم الزايدة أما بيهدين مادي بيهدينها ففي ترجع له الموضوع لقيت ابنك ارتاح على دواء المغص العادي وابنك عم يأكل وعم يطلع خروج وما عنده علامات تير خطيرة بطول بالي عليها حتى لو بالبيت فينا ندقتر يفون استشارة خارجية أما إذا لقنا الأعراض الشديدة وقتنا نلجأ لأننا بالأطفال نحنا كثير من خاف في التشفافات وهذه معاناة كثير كبيرة عند الأطفال بيجيك إسهالات شديدة متعددة فممكن تفوتك بمرحلة التشفاف للطفل فهذا منلجأ لحنا التشخيص لتعويض السوائل عند الأطفال لمدادات لقياة لحتى موقف لقياة عند الطفل هذا طبعا مهم الموضوع بالمقابل فيه شغلات تنحب ببساطة مثل ما أتلك بالبيت عن طريق شوية دواء مغص ممكن مطهر معاوي آمن عادي إزعاد المرات لسهل منه شديد عند الطفل حميات البسيطة الغذائية نلجأ الغذية الطبيعية عند الطفل فهذا كله بريحهم هذا ضمن المنزل أما إذا بديت العراض تشتاد بدي الطفل يعطي علامات كبرى لا بدينا نلجأ أكيد للإسجارة الطبيعية دور إذا بنركزك على العلاج اللي بيخص الأطفال تحت السنة أو يعني بعمر الأشهر بالنسبة للأدوية بالنسبة كمان للأعشاب فيه ممكن شي يكون غير آمن لألون أو غير مسموح فيه طبعا أكيد إحنا دائما أطفال تحت السنة هنا من عملهم معاملات خاصة بيختلفوا عن فوق السنة سواء بالأدوية لأنه فيه إحنا أدوية نوعية خاصة بطنع طبعا أمار الآن من نسبة فيه موضوع الأعشاب إحنا ما عنا مشكل بالموضوع يعني مثلهم مثل الكبر الآن عادة تحت السنة يعني مثل بقيت لك أغلب مشاكلنا هي التحسوسات الغذائية فالأدوية صفت أنت بفايت بمرحلة يعني مفهود تلجأ إلى المبرر أنا أبني ليه عم يعاني من هالمشكلة شو مشكلته شو الأكلات بتحسس منهم مثل بقيت لك عدم تحمل الحليب مشغلات شائعة جدا طيب شو أنا عم أعطي أكل فيه حليب سائل طيب أنا عم شرب حليب إذا الأم مرضي ولا ماني عم فيني وقف الحليب شرب الحليب عند الطفل بيخفف هالمشكلة يعني من الطفل فيه طبعا أعشاب مثل البابونيج الينسون الكمون آمنة جدا معنا مشكلة منها نحن طبية معنا أشكاليات على هالموضوع سواء مشغل ما غصولة الغازات فيه أدوية هي لطيفة أغلبها ما بيمتصى الجسم أغلبها هي بتريح المعدة بدون ما يمتصى فيه موجودة بالسوق وكتير شائعة فيه منها نباتية بالمية فيه منها طبعا هي كلها مدروسة بالمناسبة وهي بتنبع حتى بدون وصفات طبية لأنه هي بتعرفة يعني هي الأأمن والأشياء اللي موجود أغلبها ما بيمتصى الجسم بتريح المعدة بتطلع الغازات عند الطفل وبتخليه يكون نسبية ما رح تخلصي يعني هي بالمقابل الأهل أنه بتخيلوا أنه والله أنا أبني عندي أنا حساسية غزيلة وأنه عندنا تحمل حليب رح يكون أبي بيمي مرتاح هذا شعلي ما تشوفيها بس أنه ممكن ريحه خفف عنه مشاكله أوكي هلذا في عنده أقياءات اعتيادي أو قلص مثلا الطفل عنده الأقياءات اللي ممأسرة نحنا عم نحكيها الأقياءات الاعتيادي التي لا تأسر عن أمو الطفل لأن الوزن هو كتير مهم ما في شي بالعالم يوقفها في شي بيخففها في شي بيريح الطفل نسبيا سيحة غير مرضية يعني نحنا بحط فكرة بلاه لأنه مع الزمن هالإصار رح تروح منك بس بها الزمن اللي أنت يعيش في معلش تأقلم طالما هي نحنا عم نعيد الجملة عدة مرات طالما هي ممأسرة عن أمو الطفل طالما هي عم يزيد طيب شو اللقاءات اللي ابنك يعني ابنك عم يزيد مفروض يزيد 30 جرام بالليوم يعني كيلو بالشهر تقريباً ابنك عم يحق أكتر من هيك طبيعي تآية وين مشكلة بالموضوع كلها بعضه فيني رايحك شوي يخفف عنك بس بالمقابل أنه ما بعتبر الطفل مريض تماماً كل الشكل لديك دكتور علي المعلومات اللي فتنا فيها لليوم وأكيد فتنا المشاهدين فيها نتمنى السلامة والصحة للجميع كل الشكر لوجودك معنا وأكيد لنا لقاءات قادمة إن شاء الله شكراً شكراً لكم شكراً لكم